زمالك كان ممكن يعمل له النهاردة عشان يكسب التراجع زمالك يمكن كنا بنتكلم قبل المباراة انه الزمالك واللقطات اللي جايبها داود بتعكس حالة التفكك الفني جوا الفرقة الحالة اللي عليها يا عمر جابر وانا هنا هختلف بس بجزئية مع داود انه القصة كلها تحملة عمر جابر ومتفق في الطرح اللي طرحوا في الآخر انه انا لعب ماتشا لعب وينج باك وانا بلعب بفرقة 3-4-3 وارجع لعب 4-3-3 وارجع لعب 3-4-3 وارجع لعب 4-3-3 بش ممكن ما فيش فريق كبير يا كريم بيغير الطريقة الاساسية ما بتكلمش على الادوار ولا تكلفات بتكلم على الفورميشن الاساسي بغيره كل ماتش كل مباراة مال بغير 4-3 مصمم على 4-3-3 اللي ما عنديش اوراق خاصة بعد خروج امام عشور ما عنديش اوراق تقدر تنفزها فانا اما كنت تثبت على 3-4-3 خاصة بلاعب التراجي خارج الارض على الاقل العدد اللي لاعبين في وسط الملعب اللي ما عندهمش القدرة ما فهمش ولا لاعب يجيد في مركز 8 بس اثناء سيء فاروق عفر اللي ما يقدرش يديني التسعين دقيقة مقارنة بحالته البدنية فانت لما تيجي تتكلم على انه مصمم حط 3 في وسط الملعب التلاتة ادوارهم متشابهة دفاعية فلما جيت اغير حطيت معاهم عمر جابر اللي انه لسه المباراة اللي فاتت على طول بلعب وينج باك فالرجل حافظ على الخلاص طبع على وينج باك ولعب بلعب في الزهير الايمن او وينج باك فدخول الزمالك المباراة كان بشكل خاطئ الفورميشن كان بشكل خاطئ الزمالك كان لازم يرجع لطريقته الطبيعية 3-4-3 بلعب مع التراجي خارج الارض وارجع اقولك حتى لو ده كان حصل كان ممكن الزمالك ما يكسبش لما اجي اتكلم على انه سيف الجزيري بيضغط على يا سيم مرياح لعيب ضعيب في الخروج بالكورة وسائب محمد امين تجاي ده بيقول لي حاجة من اتنين يا اما الناس في القطار الفني النادي الزمالك او الناس اللي بيعملوا سكاوت على فرقة التراجي الناس اللي بيعملوا تحليل فني لفرقة التراجي عملوها غلط او لو اتعاملت صح وانا كمدير فني قلت لعيب لا اضغط على لعيب اللي عنده الكورة اللعيب اللي كورته ضعي قليلة اللي بيطلع الكورة بشكل سيء وطبيعي انه مش هتروح للكورة انا هطلع باللعيب اللي كورته افضل اللي طبيعي الفرقة بتطلع عليه لو محمد امين تجاي هضرب مثال بامبارات الاهل والزمالك كان اللي كسبها فريرة اول ما تولى الادارة الفنية للزمالك الرغم الحالة السياء جدا كان عليها الاهل ساعتها كان سيف الجزيري بيضغط على مين يضغط دايما على محمد عبد منام يضغط على لعيب اللي بيخرج بكورة بشكل جيد ما يضغطش على ياسر ابراهيم يضغط على محمد عبد المنام عشان ما يخلوش يخرج بكورة فالفرقة اللي قدامه ما يتبنيش فدي كانت النقطة اولا ايه الزمالك كان ممكن يعمل ايه لا الزمالك كان ممكن يعمل حاجات كتير جدا جدا في الملعب اولها انه ملعبش بالتلاتة دول الكمبيونيشن ده فسط الملعب في عنده مشاكل كتير جدا وتبقى مشكلة الزمالك الاساسية هي وسط ملعب اللي كان بيخلي الزمالك في حقوقات كتير شكله افضل كان استولاسة في وسط الملعب لما كان موجود طريق حمد لما كان موجود فرجان الساسي اخيرا يا كريم لما فريق كبير يلدغ ويريت نعرض بس لقطة الهدف التاني في مرمى الزمالك نعرض لقطة الهدف تاني مرمى الزمالك عندما تلدغ مرتين من نفس الفريق بنفس الطريقة بنفس العناصر اوعى اوعى تفتكر انك هتكسب انت لازم تخسر لازم تخسر انك بتلعب بنفس الفريق في نفس الملعب بنفس الطريقة بنفس العناصر ده الجنة الاول النهاردة حمد الهوني طغطية كارثية طبعا من سيد عبدالله ويكمل كمل فريم اللي بعده الفريم اللي بعده مين اللي مكمل هنا لوحده تماما يا كريم اللي عمل الاساسيست هو حمد الهوني اللي عمل الجنة ومحمد بالرمضان تبقى تلي الكرة بقى من سنتين على نفس الملعب بنفس الطريقة في المباراة اللي انتهت برضو بفرق هدفين 3-1 هتلي بقى الكرة اللي بعديها على طول بنفس الطريقة يا كريم بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب ارجع الفريم بس فريم واحد كمان الصورة دي لها فريم قبلها ده الجنة ده اللي من سنتين اه ده اللي من سنتين كمل بقى كمل 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 حمد الهوني اختراق لوحده تماما في نفس المنطقة كابي بيست بتتكلم على صورة ومكررة لا ينقص من تفاصيلها نقطة واحدة حمد الهوني اختراق من ناحا اليمين لانتزة مالك الشمال الترجي بيعدي واحد على واحد بمنتقى البساطة يحط الكرة الكاتباك او الكرة العرضية المحطوطة للخلف لمحمد بالرمضان اللي واقف بدون رقابة اتغير المدير الفني اتغير بعض العناصر اتغير حارس المرمى بتستقبل نفس الهدف تكسب ازاي مستحيل تكسب مستحيل بانت قاعد ذهنيا مركز انك تكسب نتيجة طبيعية جدا اللي حصلت